بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين غلبت الموم في أدنى الأرض وهم بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يفرح الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن آفرة مغافلون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأدل مسمى وإن كثيرا من الناس لقاء ربهم لكافرون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد من قوة وأثاروا الأرض وعمروا أكثر من ما عمروها وجاءتهم رسله بالبينات فما كان الله ليظلمه ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بآية استهزئون الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه يرجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم شركائهم شفعاء وكان بشركائهم الجافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبقون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتها ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون فسبحان الله حين تنسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من ترامي ثم إذا أنتم بشروا تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم ودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتهم وألوانهم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاءكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماءا فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخردون ولهم من في السماوات والأرض كل له القالتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهول عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافوا له كخيفة أنفسكم كذلك نفصل الآيات بقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما له من ناصر فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبدين لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مسلنا سضروا دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشرفون ليكفروا بما آتيناه فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلا بما كانوا به يشركون وإذا أدخل الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يطلقون أولم يروا أن الله يبسك الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات بقول يؤمنون فآذى القرب حقه والمسقين وبن السبيل زالك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شغيائكم من يفعل من ذلكم شيء سبحانه وتعالى عما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر مما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملون لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثر مشركين فأقم وجنك للدين القيم من قبل أن ياتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفر ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكيفين ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتدري الخلق بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قوم فجاءوا بالبينات فانتقلنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا مصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فتر الودق يخرج من فلاله فإذا أصابه من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن يوزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى أسر رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموت وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع صم الدعاء إذا ولوا لبرين وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتها فهم مسلمون الله الذي خلقتم من ضعف ثم جعل من بعض ضعف قوة ثم جعلني بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يوفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثكم في كتاب الله إلى يوم البعث ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا